في خطوة تساوي بين الجلادي والضحية وجه تقرير لجنة تحقيق مشكلة من مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة نشر الاثنين وجه اتهامات للكيان الصهيوني وكذلك الفصائل الفلسطينية على حد سوى بارتكاب جرائم حرب في العدوان الصهيوني على قطاع غزة الصيف الماضي وجاء في تقرير أن كلا الطرفين ارتكب انتهاكات جسيمة خلال العدوان على غزة قد ترقى إلى جرائم حرب وركز تقرير على غارات الاحتلال على المنازل الأبراج السكنية في غزة في حين ندد التقرير بإطلاق فصائل المقاومة الفلسطينية قذائف صاروخية على الكيان الصهيوني خلال فترة العدوان وبإعدام المتهمين بالعمال لصالح الاحتلال معتبرا أن ذلك يشكل جرائم حرب